قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم شهادة مؤترة طفل فلسطيني يستعطف وياسين بونو بعد العدوان واكل حكيمي باريسان جرمان يعمل على بقاء اشرف لمدة طويلة في النادي عاجل الفيفا يفاجئ نجم المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة بعد الفوز على اندونيسيا والتأهل التاريخي والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار شهادة مؤترة طفل فلسطيني يستعطف وياسين بونو بعد العدوان وجه طفل فلسطيني رسالة مؤترة لحارس المنتخب المغربي ياسين بونو ونشر الطفل عاصف من مخي منصيرات رسالة مؤترة يؤكد فيها تدمير حلمها بسبب العدوان الاسرائيلي وقال عاصف والابتسامة على محياه رغم وضعه الحالي بقدم واحدة كنت ألعب كرة القدم فإذا بصاروخ يصيبني ويتسبب لي في بطر قدمي وضف الحمد لله بقيت على الحياة عكس أخي الذي توفي في الحين بسبب صاروخ وتمنى عاصف حلمين الأول أن يلتقي بحارس المنتخب المغربي والهلل السعودي ياسين بونو الذي يعتبره قدوتها والتاني أن يساعده الناس للحصول على قدم حتى يمارس كرة القدم ويتم دراستها وتابع منذ صغري وأنا أريد أن أكون حرس مرمى لدي قفازين وما لابس حراس المرمى لكن الاحتلال دمر حياتي وختم قائلا عزيمتي قوية وسأعود لممارسة كرة القدم وأتمنى من أهل الخير أن يساعدونني وأكون مثل الحارس ياسين بونو وكل حكيمي باريسان جرمان يعمل على بقاء أشرف لمدة طاولة في النادي أغلق أليخاندرو كامانو بنسبة كبيرة الباب أمام إمكانية عودة النجم المغرب أشرف حكيمي إلى صفوف فريقي السابق انترنسيونال الإيطالي مؤكدا في الوقت نفسه أن باريسان جرمان يعمل على توقيع عقد جديد مع الضهير الأيمن وأجرى كامانو حوارا مع تيفي بلاي وقال يمكنني أن أضمن أن باريسان جرمان يجري مناقشة معنا من أجل مواصلة المغامرة مع أشرف حكيمي لمدة طاولة وأضف لقد جعل أشرف جماهير الأنتر سعيدة في الماضي ولكن أعتقد أن هذه القصة قد انتهت تجدر الإشارة إلى أن باريسان جرمان كان قد دفع حوالي 68 مليون يورو للتعاقد مع حكيمي في صيف 2021 قادما من الأنتر ويربطه عقد مع النادي الفرنسي يمتد لغاية 30 من يونيو 2026 عاجل الفيفا يفاجئ نجم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بعد الفوز على اندونيسيا والتآهل التاريخي توجي أن يبشخوا اللاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي حسمها أشبال الأطلس بثلاث أهداف لواحد أمام اندونيسيا لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم وأن اللاعب انترخت فرانكفورت الألماني تحت 19 سنة الجائزة المذكورة بعد مساهمته بشكل كبير في فوز النقبة الوطنية على منتخب البلد المستضيف للمونديال اذ صنع الهدف الثاني الذي كان من توقيع العميد عبد الحميد يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى ثمن نهائي المونديال كمتصدر للمجموعة الأولى برسد الست نقاط مدبوعا بالإكوادور في الوصفة بخمس نقاط ثم اندونيسيا في الصف الثالث بنقطتين ثم باناما في المرتبة الأخيرة بنقطتين أيضا تداريب لاعب المنتخب المغربي وليد راقراقي يركز على جانب واحد فإذا لعدم برمجة أي مباراة ودية للمنتخب المغربي بعد انسحاب منتخب أريتيريا من المجموعة حرص الناخب الوطني وليد راقراقي على رفع قاعدة داريب أصود الأطلس في قاعدة تقوية العطلات ويركز المنتخب المغربي حاليا على رفع منسوب لياقة البدنية لدى كافة العناصر الوطنية من أجل الحفاظ على تنفسيتها وجاهزيتها لغاية موعد السفر للديار التنزانية بحثا عن تحقيق نتجة إيجابية في أول مباراة برسم تصفية مونديال أمريكا 2026 وإلى جانب التدارب التي ألف لعب المنتخب المغربي خوضها في ملاعب مركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة السلا في كل التربصات التحدارية فإن التركيز يتم هاته المرة على رفع منسوب لياقة البدنية لدى كافة العناصر الوطنية من خلال حصص مكتفات في قاعدة تقوية العطلات وتهدف هذه الحصص لتحسن القوات العطلية والليقة البدنية العامة لللاعبين من أجل مواجهة المنافس الطنزاني الذي يتمتع ببنية بدنية قوية ويسعى أصد الأطلس إلى تحقيق انطلاقة قوية في تصفية كأس العالم 2026 من خلال تحقيق نتجة إيجابية في مباراة الطنزانية خطوة واحدة ولن يلعب لامين يامل للمغرب إلى الأبد أصبح المهجم الإسباني ضل أصول المغربية لامين يامل لعب برشلونة على بعد مباراة واحدة فقط من تمتل إسبانيا بشكل دائم ولعب يامل مباراة بقميس إسبانيا وإذا لعب للمرة الثالثة فلن يستطيع العودة وارتداء قميس المغرب أبدا ويتواجد يامل حاليا في منتخب إسبانيا ومستعد لخوض مباراة قبرص وإذا شارك مع اللاروخة في تصفية يورو 2024 فسيكون أمل ارتداء قميس المنتخب المغربي قد انتهى بشكل نهائي وكان يامل محط اهتمام المنتخبين المغربي والإسبانيا حيث سعى كلهما لضمه إلى صففها وولد يامل في إسبانيا لأب مغربي وأم من غيني الاستوائية ويبلغ يامل من العمر 16 عاما فقط وهو أحد المواهب الشاب الواعدة في عالم كرة القدم وإذا لعب يامل مع إسبانيا فسيصبح أصغر اللاعب يمثل المنتخب الإسباني في مباراة دولية رسمية أسطورة اتحاد جدة يدافع عن حمد الله ويصفه باللاعب الكبير دفع الصالح السقري الدولي السعودي واللعب السابق لفريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عن الدولي المغربي عبد رزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد عقب الانتقادات التي توجه له مؤخرا وقال النجم فريق الاتحاد السابق أن الأخير لم يستفد من الصفقات التي أجرها خلال مرحلة الانتقالة الصيفية الماضية وأكد المصدر ذاته أن الانتقاد الموجه لللاعب عبد رزاق حمد الله لا تنقص من موهبتها واشدد اللاعب السابق على أن المهاجم المغربي حمد الله مميز كمهاجم ولاعب كبير ولا أحد يستطيع الاستغناء على اللاعب مثلها وقال ننتقده فقط في شخصيته وتعاملها واشدد اللاعب السابق على أن المهاجم المغربي حمد الله مميز كمهاجم ولاعب كبير ولا أحد يستطيع الاستغناء على اللاعب مثلها وقال ننتقده فقط في شخصيته وتعاملها قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم شهادة مؤترة طفل فلسطيني يستعطف وياسين بونو بعد العدوان وكل حكيمي باريسان جرمان يعمل على بقاء أشرف لمدة طاولة في النادي عاجل الفيفا يفاجئ نجم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بعد الفوز على أندونيسيا والتأهل التاريخي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار